بمناسبة الفلوس والتزديد الديون والفوايد واللول وكل الكلام ده بقال يومين الحقيقة عايزة أقول كلمة لوزير السياحة لكن افتكرتها نهار ده وده وقته وزير السياحة والأثار الجديد أنا شفت تصريح لمسؤولين في الوزارة بأنه في حملة حتحصل حملة عالمية للترويج للسياحة المصرية في الخارج قيمة الحملة 90 مليون دولار أنا بأطالب وزير السياحة بالنظر في هذا المبلغ هل المسألة تستحق 90 مليون دولار في هذا التوقيت عايزين سياحة؟ أه عايزين سياحة بس هل الحملة؟ وبرجو من حضرتك تراجع كم حملة عملت للترويج للسياحة؟ كم مردودها عامل إزاي؟ يعني كلفتنا قد إيه؟ وده رد كان فيه مردود؟ يعني يستحق هذه المبالغ في الحملات العالمية أم لا؟ قليني أطلع فصل بعد الفصل هيشرفني دكتور هاني جينينا وأيضا هيشرفني الأستاذ طارق جيوشي انتظرونا